اهربوا اسحب فلوسك اسحب استثمراتك اسحب السياحة بتاعتك متعودش تركيا مش امينة ملهاش النهاردة تهديد حقيقي لحضرتك تهديد لكل الناس تهديد لكل السياح ده حتى الالمان النهاردة الالمان النهاردة قالوا ان احنا مش رايحين تركيا السياح الالمان النهاردة قالك مش رايحين خلاص لان هما بيعملوا كان مظاهرات ضده أردغان وبيشتمو طول الوقت فقال لك لا مش هنروح تركيا هنروح تركيا عشان يقبضوا علينا ليه مش رايحين هناك اعتقالات واعتقالات ايه بتتاخد كده بتتريمي ولا حد يعرف لك دية ولا حد يشوفك بقى ولا تقول زيارات ولا أكل ولا كلام ده سجون هناك مكدسة نسمة نمع الأرض ومن شهر كده ولا شهرين عربتلكم فيديوهات وحاجات كتيرة وكلمنا على السجون التركية لا تذهب إلى تركيا ذهابك إلى تركيا معناه حياتك انتهت حياتك انتهت وبعض المواقع كمان تركيا تهدد السياح وتصفهم بالأعداء سنعتقل من يخططون لقضاء عطلتهم هنا هنا هاعتقلوا الناس اللي هيقضوا الأجازة في تركيا طب يا مواطن ليه حضرتك رايح تتفسح ولا رايح يقبض عليك تركيا النهاردة بقى بتبتز الناس وبعدين حضرتك ليه خلي بالك أي حد رايح تركيا أي حد وحالات كتيرة جدا وناس كتير لما تقعد تسمعهم اللي بيتسرق شنطته اللي بيتثبت وهو ماشي اللي بيتقتل وهو ماشي تصفيات الحسابات اللي شغالة اللي مفيش أي أمان على الإطلاق شركات السياحة هناك بتنصب على الناس لا عمليات نصب على الناس اللي بيغلى عليك الأسعار يعني يبقى الأسعار حاجة وميعرف أنت بيغلى عليك بيضرب لك حاجات كتير وفواتير كتير بيضرب لك أرقام يعني عشان تدفع عد كده وعلى إيه؟ وليه روح لبلد أتعرض أولا لاعتقال أتعرض لعمليات نصب أتعرض ممكن تصل لعمليات قاتل ما وقتلوا الناس وقتلوا سياح عرب في الصيف اللي فات وعرضنا لكم الكلام ده تركيا الآن مكان غير آمن لأي حد إلا للإخوان فقط لو أنت إخواني خليك هناك أو رح لهم غير الإخوان حياته في خطر طول ما أنت مش تبع جماعة التنظيم الإرهابي الإخواني فأنت إذا ذهبت إلى تركيا حياتك في خطر فلوسك في خطر لو معاك أسرتك أسرتك في خطر بيخطفوا الناس وعمليات اغتصاب هناك حصل كتير من غير من نقعد نحك تفاصيل يعني اغتطف لبنات واغتصاب وقصص رهيبة في تأسف التركيا أسوأ بلد وجاء كمان دلوقتي وزير الداخلية قال الحقيقة احذروا من السفر إلى تركيا حاطت قوائم ملايين الناس على قوائم اللي هم اعتبروهم دلوقتي أنه دول أعداء تركيا فلو أنت ضد النظام ده ما تروحش والملايين ضد أشقاءنا في المملكة العربية السعودية لا تذهبوا إطلاقا إيه أبدا اقفلوا تركيا دي تماما الإمارات نفس الحكاية البحر نفس الحكاية في مصر نفس الحكاية اقفلوا حاجة اسمها تركيا لا سياحة ولا أي حاجة تركيا بالنسبة لك بخ ترجمة نانسي قنقر